وفي أجواء الانفتاح والتهدي أعلن بطريرك الكنيسة الشرقية في العراق والعالم كوركيس الثالث يونان أن الكنيسة قررت العودة إلى العراق باعتباره موطنها الأصلي في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد وقال البطريرك يونان أثناء اجتماع مع رئيس الحكومة محمد شيع السوداني أن البطريركية الشرقية ستعود إلى الوطن الأم موطنها الطبيعي منذ أكثر من ألف عام من جانبه رحب السوداني بانتخاب يونان على رأس الكنيسة الشرقية القديمة مؤكدا أن العراق يتسع لجميع الأطياف والأديان المتأخية التي تجمعها خيمة واحدة وأن المسيحيين مكون أساس للبلاد مشيدا بمواقفهم الوطنية ومساهمتهم في بناء الحراق